تشكو محافظة الأنبار بشكل عام ومدينة الفلوج على وجه الخصوص من عدم صرف التعويضات للدور المهدمة التي بلغت ما يقرب من 30 ألف دار بين متضررة ومهدومة بالكامل جراء العمليات العسكرية حيث تتجه الأنظار صوب مسؤولي المحافظة عدنا أكثر من 30 ألف فيت وعائلة أكثرهم لحد الآن بالإيجارات قاعدة ما عدا حتى فلوس الإيجار وبدو تنفلشه النظر على الله ثم على الحكومة على الوضعية هاي والناس تنتظر صار بحدود سبع سنوات نفس الموضوع باقي 30 ألف فيت وإحنا اللي نعرفهم ماكوا يمكن ألف ماستلمهم يعني سبع سنوات البقية وين يروحون وأكثر نادة الطيجارات يستبشر وهال الأنبار خيرا بحراك مسؤولية المحافظة لاستحصال التعويضات وصرفها لمستحقيها لا سيما بعد تصريح محافظ الأنبار الذي يتحدث فيه عن إصدار وجبة كبيرة من المستحقيين في الأيام القليلة المقبلة وبشرنا بأن التعويضات إن شاء الله رح تجيكم فانتأمل من الله ومن مشؤولين يضحقون على المواطنين الفقراء أنا أحشي لك مواطن الفلوجة أقسم لك بالله العظيم اليوم عندي استقف مضروب اليوم يالله شويته من رجعنا من الهجة اللي ماهز لي فالناشد كل واحد خير وكل واحد طيب وكل واحد غير على المحافظة وعلى المحافظات العراق كلها مو مساء المحافظة إذا أقول على الفقير ترى الفقير ما إلى بس حروا أنتو بعد تحرير مدن الأنبار وعودة الأهالي إلى مناطقهم بذلت الحكومة المحلية جهودا كبيرة لتوفير الخدمات وتهيل البنى التحتية بدعم من صندوق إعمار المناطق المتضررة فيما يطالب الأهالي بضرورة صرف التعويضات من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة اشتركوا في القناة